موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية وإليكم أبرز أهم العنوين رئيس الجمهورية يعقد اجتماعا لوضع خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار موسيقى الرئيس المنتخب يتعهد بالرد الحازم على أجارته اجتمالية موسيقى أهلا بكم عقد رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمرقيل اليوم اجتماعا طارئا حول مواجهة ارتفاع الأسعار للمنتجات القدائية الأساسية هذا وعلق وزير التجارة سيد محمد ورسمها طيرية ما تمخذ من هذا الاجتماع الطارئ متابعا لقد تلقينا اليوم دعوة من فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمرقيل اليوم عقد اجتماع طارئ للتشاور حول أسعار البضايع الأساسية للحيلولة دون ارتفاع الأسعار وخاصة الأغذية الضرورية أمثال الأرز والسكر والزيت وغاز الطبخ بسبب الأزمة الحرب بين الروس وأوكرانيا والجدير بالذكر نحن وزارة التجارة لم ولم نزل نراقب ونحافظ على الأسواق حتى لا يتضرر المجتمع بالأوضاع الراهنة والتي تتعلق بارتفاع الأسعار ونحن ندرك تماما أن هذه الحروب الأوكرانية الروسية قد تسبب خللا في الأسعار الغذائية وفي النفط أيضا ونحن نشارك العالم في تلك الظروف ومن ثم كان الهدف من الاجتماع الذي دعانا إليه فخامة الرئيس الجمهورية هو حول مواجهة الغلاء على السلع الأساسية فإن الحكومة لا تدخر أي جهد لدعم المواطنين من خلال مساندة التجار المستوردين للمواد الغذائية لذا نطالب التجارة بأن يلتزموا بالأسعار المحددة حتى لا يتضرر المجتمع وكان ذلك كلمة معالي وزير التجارة والسياحة المتعلقة بارتفاع الأسعار خاصة في المواد القذائية التي لوحدة خلال الأسابيع الماتية هذا وتعهد وزير التجارة بدعم السلع القذائية خاصة بدخول أو قرب شهر رمضان المباركة استقبل معالي الرئيس الوزراء السيد عبدالقادر كاميل محمد وفداً فرنسياً رفيعاً للمستوى برئاسة السيناتور الفرنسي السيد أوليفي جاديك وطم الوفد الفرنسي كل من السفير الفرنسي في جبوتي والمسشار السياسي للسفارة الفرنسية وفي مستهل اللقاء رحب السيد عبدالقادر كاميل محمد بالوفد الفرنسي في جبوتي وتباحث الطرفان جملة من الملافات ذات الاهتمام المشترك لا سيماً لعلاقات المتميز القائمة بين البلدين وشعبين صديقين وصبر الكفيرة لتعزيزها إلى أفاق أوسع وأرحب وتجدر إشارة إلى أن جبوتي وفرنسا تربطهما علاقات وتعاون متميز في شتى المجالات منذ الأسل من جهته قدم رئيس الوفد الفرنسي الشكر والعرفان لرئيس الوزراء على حسن استقبال وكرم الطيافة وفي مداخلة له أشار النائب الفرنسي إلى أن زيارته إلى جبوتي تعد الثانية من نوعها مشيداً بالتقدم المحرز التي شهدته جبوتي في السنوات الأخيرة لقد اتيحت لي الفرصة لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة التي تعد ثانية بالنسبة لي إلى جمهورية جبوتي وقد تطرغنا خلال هذه المحادثات للتغيير الذي شهدت البلاد والتقدم المحرز على مدار السنوات الثلاثة إلى جانب التطور المضطرد في العلاقات الثنائية التي تربط بين جبوتي وفرنسا بفضل العلاقة الودية والمتميزة بين الرئيسين والرئيس مانويل مكرون إذ إن هناك رغبة فرنسية في استثمار هذه العلاقات ودفع مستوى التعاون البيني وقد أضلعت رئيس الوزراء مخرجات زيارتي يوم أمس للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعبرت له عن ارتياحي للعلاقة الطيبة مع الصندوق والذي سبق وأن عمل فيه الطباء وممرضون من فرنسا دخلوا مرحلة التقاعد استقبل وزير الميزانية سيد عثمان إبراهيم روبلا اليوم الخميس في مكتبه في زيارة ودية الممثلة الجديدة لبرنامج المتحدة الانمائية في جبوتي سيد إيمان نكوان وبحث الطرفان خلال اللقاء جملة من الملفات ذات الهتمام المشتركة وخصوصا شراكة القائمة بين وزارة الميزانية والمنظمة الأممية والتي تمس العديد من المجالات التنموية وفي هذا السدد أغطح الوزير أن برنامج المتحدة الانمائي يعد شريكا رئيسيا في الجهود الهدفة لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد من جهتها ثمنت ممثلة برنامج المتحدة الانمائي جهود وزارة الميزانية الهدفة لتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين ترأس وزير العمل المكلف بالترسيم والحماية الاجتماعية السيد عمر عبدي سباح اليوم حفل اختتام دورة تدريبية حول إدارة ورزي والتقييم المشاريع والتي قيمت لفائدة كوادر الوكالة الوطنية للأشخاص الدولة عاقة وشهد الحفل حضور المدير العام للمعهد الوطني للإدارة العامة السيد شرماكة إدريسة ويهدف هذا التدريب الذي نظمه المعهد الوطن للإدارة العامة إلى تعزيز كوادر الوكالة في شتل المجالات وأن هذه المبادرة تنترج في إطار مساعل وكالة الوطنية لذولة احتياجات الخاصة الرامية إلى تعزيز كوادر الوكالة وأعرب المدير العام للوكالة الوطنية لذولة الاحتياجات الخاصة عن سروره لتنظيم هذه الدورة التدريبية لسالح كوادر رفيعة المستوى من الوكالة ومقدما الشكر والعرفان للمعهد الوطني للإدارة العامة على هذه الدورة الفريدة من نوعها والتي من شأنها أن تعزز كفاءة وقدرات منتصبي الوكالة وزير العمل والحماية الاجتماعية ألقى كلمة عبر في مستهرها للمشاركته في هذه المناسبة إنه من دواعي سروري أن أترأس هذا الحفل لاختتام الدورة التدريبية حول إدارة ورشد وتغييم المشاريع والتي أقيمت لفائدة كوادر الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي لعاقة في هذا الصدد استفاد من الدورة التأهيلية عشرون شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأود بهذه المناسبة أن أثمن عاليا الجهود التي تطلع بها الوكالة وعلى رأسها السيد عالي سعيد محمود فهذه الوكالة تم إنشاؤها لحماية حقوق الأشخاص لذوي لعاقة وقد نجحت في غضون عدة عوام إحداث نغلة نوعية على حياة المعاقين والذين تحسن ظروفهم المعيشية بدعم من الحكومة إذ تهتم بتلبية احتياجات هذه الشريحة الهامة من المجتمع وفي ختام المناسبة تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين في الدورة التدريبية التي استمرت لمدة أيام وأن هذه الدورة كانت تتعلق بإدارة والرزد والتقييم المشاريع والتي أقيمت لسالح هذه الوكالة وأن هذه الوكالة تهتم بقضايا المعاقين فيما يتعلق بتحسين ظروفهم المعيشية واندماجهما في سوق العمل في إطار اليوم العالمي للمرأة نظمت وزارة المرأة والأسرة والاتحاد الوطن لساجبوتي بالتعاون مع إدارة السجن قبوت المركزي مناسبة مكرسة لتوزيع منتلزمات ومعدات لسالح السجينات في سجن قبوت وترأس في هذه المناسبة وزيرة المرأة والأسرة السيدة مونة عثمان آدم ونائبة رئيسة الاتحاد الوطني لساجبوتي ومدير عام سجن قبوت المركزي العقيد محمد يونس علي بالإضافة إلى مدعوين آخرين وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المرأة والأسرة الرامية إلى تعزيز وترقية الظروف المعيشية للمرأة الجبوتية ولسيما السجينات وخلال هذه المناسبة قامت الوزيرة لبدي المرافق له بجولات تفقدية لمختلف مرافق السجن المخصص للمرأة وأن هذه المبادرة تندرج في إطار الأسبوع الوطني للمرأة خاصة للمرأة الجبوتية وأن وزارة المرأة والأسرة تهتم بقطايا المرأة وفي متاخلة لمدير عام سجن جبوت المركزي العقيد محمد يونيس علي رحب في مستهلها بهذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي تهدف إلى دعم سجن جبوت المركزي وزيرة المرأة والأسرة سيدة مونة عثمان آدم قدمت الشكر والعرفان لمدير المعحة لمدير السجن المركزي عفوا على حفوة الاستقبال وكان من الطيافة أتقدم بجزيل الشكر للأمهات والفتيات الموجودات هنا بالتعاون الوثيق بين وزارة المرأة والأسرة وبين الاتحاد الوطني لنساء جبوتي تحتفل بلادنا هذا الأسبوع بمناسبة عيد الأم العالمي ووددنا أن نتذكر هذا الأسبوع ونحتفل مع كافة نساء جبوتي أينما وجدن ونشارك معهن الفرحة والسرور وحضورنا اليوم هنا يدل على وقوفنا بجانبكم في كل وقت وحين وإن كنا بعيدين عن كنا جسدا إلا أننا دائما معكنا بقلوبنا وتفكيرنا اسمحنا لأن أن أن قل لكن تحية طيبة من السيدة الأولى ومن فخامة الرئيس نحن نعلم أن الحياة مصاحبة ببعض المشاكل والابتلاءات ولكن أن الحكومة لا تدخر أي جهد في سبيل حماية حقوق ونحن نحرس دائما أن نقف بجانب الأمهات والنساء السجينات بتعليمهن وتطوير حرفهن والاستفادة من وقتهن حتى يستطعن القيامة بمهامهن بعد الخروج وتحسين ظروفهن المعيشية في إطار الاختفالات بالأسبوع الوطني للمرأة نظم الاتحاد الجيبوتي للتنس بالشراكة مع المعهد العالي للمحاسبة وإدارة الأعمال تحت رعاية أمين الدولة للرياضة ومسية رياضية مخصصة لسيدات ولسيما في ريال تنس وشارك في هذا اليوم الأمين العامة لأمانة الدولة المكلفة بالرياضة سيدة خديجة إبراهيم إدريس والأمين العامة لوزارة المرأة والأسرة سيدة أنيسة حسن بهدون ومديرة المحض العالي للمحاسبة وإدارة الأعمال السيدة شكر عياش وما دعوين آخرين وأشار رئيس الاتحاد الوطني للتنس سيد سوق إبراهيم إلى أن المناسبة تكتسي أهمية خاصة للمرأة الجبوتية في تنمية بلاد موضحا أن الاتحاد الوطني للتنس سيظل دائما مساندا قويا لترقية الرياضة النسائية ولسيما رياضة التنس نشكر الفيدراشن للتنس لهذا الاحتفال السعيد في هذا اليوم يوم المرأة العالمية احتفال المرأة في الرياضة وأشكر باسم الوزارة باسم الوزارة للإسبار في إطار في إطار زيارته لجمهورية الجبوتي قام مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العمري يوم أمس الثلاثة بزيارة المحد الإسلامي في جبوتي التابع للجامعة وفي قضون هذه الزيارة اطلع معاليه عن قرب على سير العملية التعليمية في هذا صرح الشامخ الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1981 في إطار التعاون التعليمي بين جبوتي والمملكة العربية السعودية الشقيقة كما تفقد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مختلف مرافق المحهد الإسلامي في جبوتي الذي يلعب دورا ملموسا في تعليم ونشر اللقة العربية والثقافة الإسلامية في بلادنا واجتملت زيارة القواعات الدراسية للمعهد في أقسامه العام سواء تلك المخصصة للبنين أو البنات والتي تضم المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى جانب القسم الجامعي وقد استمع الدكتور أحمد بن سالم العامري خلال جولته تلك إلى المزيد من تفاصيل الإضاحات من مدير المعهد الماضية كما استمع إلى أعضاء التدريس والطلبة في الفصول الدراسية كما تابع عرضا ثقافيا قتمته الطالبات المعهد الإسلامي تمحور حول عادات وتقاليد الشعبين الجبوتي والسعودي وخلال هذه زيارة عقد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن دكتور أحمد بن سالم العامري لقاء مع أعضاء التدريس تم خلال مناقشة سبل التطوير العملية التعليمية عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي الدكتور أحمد بن سالم العامري أشهد بالعلاقات الأخوية التي تربض بين جبوتي والمملكة العربية السعودية خصوصا التعاون في المجال التعليمي الرسالة التي تعدونها في هذا البلد الشقيق هي رسالة المملكة العربية السعودية قيادة المملكة العربية السعودية مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وجميع قيادات المملكة منذ إنشاء هذا المعهد وحتى يومنا هذا يولون اهتمام كبير جدا لدعم الأشقاء في كل مكان هذا المعهد تقديم خدمات التعليمية سواء كان في التعليم العام أو في التعليم الجامعي بأرقى مستويات التعليم وما نسمعه حقيقة يعني من المسؤولين في جمهوري جيبوت الشقيقة حقيقة يثرج الصدر لأنهم أيضا هم سعيدين بدور المعهد التنموي والتعليمي سعيدين بمخرجات المعهد ونسمع كلاما كثيرا طيبا حول هذا الأمر والتقينا بجميع المسؤولين وهم يقدرون ويثمنون عاليا جهود المملكة في هذا الأمر قامت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات البلدية والإقليمية برئاسة الرئيس المفوطية بجولة تفقدية إلى إقليم عرطة للإدلاع على مواد التصويت المختلفة عن كثب والتدابير المتخذة لإجراءة هذه الانتخابات وعقب استقباله واللفظ المرافق لها من قبل والي المنطقة ومساعده وقف رئيس اللجنة عن قرب على قوائم الانتخابية وكذلك الحبر والمتخلفات وأدوات التصويت الأخرى بالإضافة إلى الإجراءات التي تقوم بها السلطات المختصة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الحد عشر من مارس الجاري يشار أيضا أن من أهم إختصارات اللجنة للمستقلة الانتخابات البلدية والإقليمية وضع اللوايح والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التصويت فضلا عن إشرافها على الاقتراع والعدد والفرز وجذولة النتائج واعتمادها والإعلان عنها وعلى القوائم الانتخابية لإقليم عارتها والآن حان آذان سلات المغرب توقيت جبوتي وطواحها أهلا بكم وفي سياق متصل قامت المفواضية المستقلة للانتخابات البلدية والإقليمية برئاسة رئيس اللجنة بجولة تفقدية إلى إقليم دخل للإطلاع على مواد التصويت المختلفة وعقدت اللجنة اجتماعا مع السلطات المنطقة تباحثت خلالها الإجراءات المتخدة خلال العملية الانتخابية التي سيتم إجراؤها يوم غاد الجمعة 11 مارس الجاري وتجر إشارة إلى أن إقليم دخل يعد أحد يطم مراكز عدة للانتخابات وإشار أيضا أن من أهم الاقتصاصات لللجنة المستقلة للانتخابات البلدية والإقليمية وضع اللوايح والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التصويت فضلا عن إشراف الاقتراع والفرز وجذلة النتائج واعتمادها والإعلان عنها في إطار التحطيرات اللجارية للانتخابات البلدية والإقليمية التي ستجرى يوم غاد الجمعة 11 مارس الجاري استقبل محافظ تجرى سيد حسن دابلي اليوم في مكتبه رواساء اللجار الانتخابية وحضر هذا الاجتماع رواساء المكاتب المختلفة لاقتراع في حاضرة التجرى والمناطق التابعة لها ويبلغ عدد الناخبين في تجرى 18 1400 شخص ناخبة بينما يبلغ عدد مكاتب الاقتراع إلى 56 منها 10 في مدينة التجرى من أجل تسسيل عمليات الانتخابات أشار والي المنطقة إلا أن الحاكمية قد أتمت تجهيزات فيما يتعلق بالمكاتب وذكر المحافظ أنه يجب على الناخبين التقديم والتوجه إلى المكاتب الذي تم تجيلهم فيه وأن هذه العملية ستتم بشكل سلس دوليا قال وزير الخارجية الأوكراني اليوم إن بلاده لم تحرز أي تقدم بشأن وقف إذلاق النار في بلاده خلال المحادثات التي جمعت قبل قليل مع نذيره الروسي سيرجي لافروف في مدينة أنطاليا جنوب تركيا وفي المقابل صرح وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفين أن موسكو قدمت مقترحها لكيف بشأن الحوار وما تزال تنتظر ردا مشددا على مطلب بلاده بأن تكون أوكرانيا دولة حيادية ومنزوعة الصلاحة فيما احتدمت المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية بإضراح كيف في حين بدأ قبل قليل اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا بمدينة أنطاليا التركية الرئيس المنتخب يون يتعهد بالثقة بإرادة الشعب وأتباح قال الرئيس المنتخب يون اليوم الخميس أنه سيثق بإرادة الشعب ويتبعها حيث تعهد بإنهاء القسامات وطنية وقال يون في تسريحات التي ألقاها في مكتبه الجمعية أو في مكتبة الجمعية الوطنية في قرب سيول سأثق في الناس فقط وأتبع إدارة الشعب رئيس المنتخب يون سيوك يون اليوم الخميس أنه سيثق بإرادة الشعب ويتبعها حيث تعهد بإنهاء انقسامات وطنية وقال يون في تسريحاته التي ألقاها في مكتبه الجمعية الوطنية في قرب سيول سأثق في الناس فقط وأطبع إرادة الشعب وأشار إلى أن نتائج الانتخاب تشكل دعوة للإصلاح وإستعاد العدالة والفطرة السليمة بالإضافة إلى مناشطة الشعب الملحة للقيام بسياسة الوحدة وليس الانقسام وتم انتخاب يون لمنصب رئيس في وقت سابق من اليوم أصغر فارق على الإطلاق يبلغ 0.73 نقطة مئوية بينه بين منافسه الليبرالي ليجان موانغ وقال إنه أمر صارم أن تصنع أمة بآمار جديدة ولن أنسى أبدا مثل هذه الدعوة من الناس إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية النشرة وشكرا على حسن إسقائي والمطابعة اشتركوا في القناة